سعيا منها لخدمة زوار النصف من شعبان قدمت شركة آسيا سيل للاتصالات خدمات مجانية ومبادرات مختلفة خلال الزيارة في محافظة كربلاء إلى جانب دعمها ورعايتها للمهرجانات المجتمعية التكريمية وإقامة فعاليات مختلفة لإحياء هذه المناسبة بناسبة ذكرى الزيارات الميمونة في شعبان المبارك قدمت شركة آسيا سيل مجموعة من العروض والخدمات المتميزة لتخدم الزائرين أولا قمنا بتوسعة وتقوية الشبكة لتغطي أكبر عدد من الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة ومن جميع المحاور أيضا تم عمل مهرجان بمناسبة الولادات الميمونة تم خلال هذا المهرجان تكريم مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين والعاملين في خط الصد الأول اللي قدموا الغالي والنفيس لخدمة المرضى وأبناء محافظة كربلاء كان مهرجان كبير تم عمله في مترزه سيد جودة الكبير في محافظة كربلاء تم أطلاق للسنة الرابعة على التوالي مهرجان أطلاق بالونات على عدد عمر سنوات الإمام المهدي تم أطلاق 1188 بالونة تزامنا مع زيارة الخمس عشر من شعبان أشكر الشركة الرائعة شركة آسيا سيل هذه الالتفاتة وهذه الرعاية له دليل على التعاون الكبير والدعم والإسناد لملاكاتنا الطبية والصحية والتمريضية بدعم من شركة آسيا سيل للاتصالات يقيم تجمع خيمة وطن التطوعي مهرجانه السنوي الأول بمناسبة الولادات الميمونة هذا المهرجان جاء لتكريم أولا من عمله خلال فترة كورونا من أبطال الصد الأول من الدوائر الخدمية أو من دائرة الصحة أو من المنظمات أو من فرق التطوعية ليس بغريب على شركة آسيا سيل هكذا أنشطة شركة آسيا سيل منذ زمن طويل منذ سنوات هي داعمة للشباب في كل المهرجانات وكل الفعاليات الشبابية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي أطلقت شركة آسيا سيل حملات توعوية وقائية واسعة من فيروس كورونا في شوارع المدينة تضمنت توزيع البوسترات التوعوية والكمامات والمعاقمات على الزائرين والتي قوبلت بثناء وإشادة من قبل الجميع كذلك تم توزيع العديد من المواد المعاقمة والكمامات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر في محافظة كربلاء المقدسة تم توزيع العديد من الهدايا على المواكب الحسينية وعلى الزائرين الكرام وإن شاء الله نبقى مستمرين بتقديم أفضل العروض والخدمات في محافظة العزيزة نشرت جمعية الهلال الأحمر العراق مفارزها الراجلة في مدخل الإمام الحسين وأبو الفضل عباس وقامت بتوزيع الكمامات والكفوف بالتعاون مع شركة آسيا سيل وشارك في هذه المناسبة 150 متطوع وموظف من أجل القضاء على وباء كورونا والله خدمة آسيا سيل هذه الفترة والسابقة يعني خدمات كل جيدة نشكرهم على هذه الخدمات وعلى الخدمات اللي قدموها أوقات المناسبات مثل المناسبات الزيارة أو الأعياد مبادرات رائعة ومتميزة أطلقتها شركة آسيا سيل للاتصالات لخدمة زائري النصف من شعبان والتي ساهمت وبشكل كبير في دعم الجهود الشعبية والرسمية لإنجاح هذه الزيارة من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفلاية